حياكم الله ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد في ساعة والتي نصلت ضوابها على ملف العقوبات الامريكية على ايران وايضا التداعيات وتأثيرات هذه العقوبات على الاقتصاد العراقي في قبل ايام معدودات بدأ تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الامريكية على طهران والتي سبقتها حزمة اولى طبقت في ااب الشهر الماضي وهي عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على ايران بعد ان سحبت من الاتفاق النووي الموقع مع النظام الايراني عام 2015 تضمنت طبعا الحزمة الاولى ما يلي المرحلة الاولى في شهر ااب من عام 2018 حضر تبادل الدولار مع الحكومة الايرانية اضافة لحضر التعاملات التجارية بالمعادن النفيسة لا سيما الذهب وايضا فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الايرانية او سندات حكومية ايرانية ايضا حضر توريد او شراء قائمة من المعادن ومن ابرز هذه المعادن الالمنيوم الحديد الصلب وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في ايران وحضر استيراد او تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري نأتي الى الحزمة الثانية من العقوبات المرحلة الثانية في شهر تشرين الثاني من عام 2018 تضمنت فرض عقوبات ضد الشركات التي تدير الموانئ الايرانية الى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وايضا صناعة السفن فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الايراني وخاصة قطاع النفط ايضا فرض عقوبات على البنك المركزي الايراني وتعاملاته المالية نأتي مشاهدين الى الحزمة الثالثة حيث تم استثناء ثمانية دول لمدة 180 يوما من العقوبات كونها من الدول الرئيسة في استيراد النفط الايراني وهي كل من الصين اليابان تايوان وكورا الجنوبية وايضا الهند وتركيا ايطاليا واليونان اضافة الى العراق والذي استثني من استيراد الطاقة والغاز اللازمان لتشغيل المحطات الكهربائية بالتالي اتعرض خمسين مصرفا ايرانيا مع فروعه واكثر من مئتي شخصية وسفينة في قطاع النقل البحري الايراني اضافة الى شركة الخطوط الجوية الايرانية واكثر من خمس وستين طائرة من اسطولها الى العقوبات الامريكية ما يهمنا في الموضوع هو ان العراق الذي وقع بين فكي كماشة او كماشة حليفيه الرئيسيين هي حكومة عادل عبد المهدي والتي اكدت على استمرار نهج الحكومة السابقة بالالتزام بالعقوبات الامريكية لخدمة الاقتصاد العراقي مع الاشارة الى الابتعاد عن الصراع القائم بين واشنطن وطهران نأتي الى النقطة الرابعة اقتصاديون ومواطنون اكدوا ان الاقتصاد العراقي سيتأثر وبشكل كبير بالعقوبات لمال ايران من تأثير كبير على الاقتصاد العراقي حيث يوجد تبادل تجاري مع العراق في جميع القطاعات وهي القطاع المالي والمصرفي والصناعي وايضا القطاع الزراعي والتجاري والقطاع السياحي وبالفعل طالت العقوبات الامريكية مصرفا عراقيا لتعامله مع ايران رغم تأكيد البنك المركزي العراقي على التزامه بحزمة العقوبات الاولى وقطع جميع التعاملات بالدولار مع الجانب الايراني نأتي الى الجانب الخامس العراق يستورد من ايران اغلب البضائع التي يحتاجها السوق حيث وصلت نسبة وردات العراق في العام الحالي من ايران وحدها 13% وبلغة الارقام العراق استورد من ايران عام 2014 6 مليارات و100 مليون دولار اما في عام 2015 وصلت الى 6 مليارات و240 مليون دولار وفي 2016 6 مليارات و500 مليون دولار اما في عام 2017 6 مليارات و700 مليون دولار وأخيرا في عام 2018 ستة مليارات وخمسمائة مليون دولار التقديرات تشير إلى أن العراق يستورد ما قيمته ستة مليارات ونصف المليار دولار في جميع القطاعات طبعا بعض الاقتصاديين أشاروا إلى أن العراق لن يتأثر بهذه العقوبات لمال العراق من ثروات كبيرة وموارد اقتصادية جبارة وعليه أن يفكر بتنويع السوق بدلا من الاعتماد على السوق الإيرانية لتلبية احتياجاته بين هذا الرأي وذاك سنناقش اليوم في حلقتنا العقوبات الأمريكية على طهران وأيضا تأثيرها على الاقتصاد العراقي لكن بعد هذا التقرير حيث سيكون ضيفنا لهذه الحلقة الخبير الاقتصادي الأستاذ حازم هادي إلى التقرير